حصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خمس جوائز ضمن مساوقة STV Awards للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022 ذلك من بين أكثر من 700 فريق متنافس من 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جانبه هنا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جميع مسؤول وأعضاء فرق العمل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بحصولهم على هذه الجوائز مشيرا إلى أنها نتاج جهد دؤوب تمى بدله في اللاونة الأخيرة مشددا على أنه سيظل داعما للمركز فهو ذراع الحكومة في توفير البيانات والمعلومات المختلفة كذلك يساند ويدعم متخذ القرار بما يوفره من أطرحات ورؤى وأفكار في مختلف الملفات